السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة هاندميد وزلاف النهاردة هنتعلم غرزة البلسيه او غرزة الريب الغرزة دي مهمة جدا لو انت مبتدأة انك تكون يعرفها لان بتستخدمها كتير جدا سواء لو انت بتعملي بلوفر او بتشتغلي كم او بتشتغلي جوانتي زي الجوانتي اللي معايا ده او في الطوائي يعني غرزة مهمة جدا ان انت تتعلميها في البدايات اه دلوقتي حنشوف على طول ايه الادوات اللي احنا هنستخدمها الادوات اللي انا هستخدمها النهاردة خيلت هيمالايا افري دي وهستخدم معايا ابرة رقم تلاتة فيه ناس بيحبوا يستخدموا ابرة تلاتة ونص او اربعة انا بصراحة بفضل تلاتة يعني الشغل بيكون محكم اكتر وكمان يعني حتى لو انت غسلت الشغل بيكون متمسك غرزة البلسيه بتتكون من عدد زوجي من الغرز يعني ما ينفعش يكون العدد فردي لازم يكون زوجي وقبل ما تشتغل الغرزة دي لازم تكوني متدربة كويس على الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة وانا احطلكو برضو اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف او الديسكريبشن بوكس السطر الاول عندي بيتكون من غرزة عدلة غرزة مقلوبة غرزة عدلة غرزة مقلوبة لحد نهاية السطر هنبتدي ان احنا نطبق اول حاجة غرزة عدلة ان انا بدخل الابرة اليمين في الخيط بالشكل ده وبالف الخيط على الابرة اليمين وبخرج الخيط اللي انا لفيته وبخرج الغرزة من على الابرة الشمال طيب دلوقتي انا هشتغل الغرزة التانية غرزة مقلوبة هجيب الخيط لقدام وهدخل الابرة بالشكل ده وهلف الخيط على الابرة وهخرج الخيط اللي انا لفيته وهخرج الغرزة من على الابرة الشمال وبشتغل كده لحد اخر السطر غرزة عدلة غرزة مقلوبة عشان كده لازم العدد يكون زوجي ورزة عدلة ورزة مقلوبة دلوقتي انا كده خلاص خلصت السطر الاول السطر التاني هو هو زي السطر الاول بالضبط غرزة عدلة وغرزة مقلوبة ترجمة نانسي قنقر وحكمل لحد اخر السطر بنفس الطريقة وارجع لكم على طول كده انا خلاص خلصت السطر التاني برضو وبقيت لسطر برضو هكون بنفس الطريقة فانا هشتغل كم سطر وارجع لكم عشان نشوف الشكل النهائي مع بعض وارجع تلكم بعد ما اشتغلت كم سطر يعني بحاول اوريكم الشكل هيكون ازاي ده شكل غرزة البليسي او الريب الغرزة دي مهمة جدا للمبتدئين وهي سهلة جدا بتتكون زي ما انا قلت بس ان انت تكوني عارفة الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة وبيكون من عدد زوجي بتشتغلي غرزة عادلة غرزة مقلوبة في كل السطور لحد ما تخلصي الطول اللي انت عايزيه بتمنى يا رب ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو النهاردة واتمنى احب اشوف تعليقاتكو تحت الفيديو لو في اي ملحوظة عايزين تضفوها او في اي تعليق حاجة تحب وتشوفوها في الفيديوهات الجاية ما تنسوش لو الفيديو عجبكو تعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا اشتراك او سبسكرايب للقناة واتفعلوا الجرس وشكرا جدا لكم